وأنا عاوز بهاي الفترة عاوز أقرأ آية ختمية وهي الآية من سفر الرؤية إصحاح 14 والآية 6 و7 رؤية يحن اللهوتي إصحاح 14 من الآية 6 والآية 7 واسمعها كتير كتير منيح لربما رح نمر في ظروف صعبة لربما نمر في ضيقة بس أنا عاوزك تسمع وعد الرب ثم رأيت ملاكا آخر طائرا في وسط السماء لاحظ الكلام معه بشارة أبدية والبشارة دائما بشارة مفرحة معه بشارة أبدية ليبشر الساكنين على الأرض لاحظ الكلام كل أمة كل قبيلة ولسان وشعب يعني هذا بيلمس كل نوعيات البشر في كل مكان والكلمة أثنس اللي هي حتى الجماعات اللي داخل الجماعات بشان هيك بقول كل لسان قبيلة شعب أمة وكل أمة وقبيلة ولسان وشعب هاي البشارة الأبدية عم ببشرها قائلا بصوت عظيم هاي من الملاك جاءت ساعة دينونته واسجدوا لصانع السماء والأرض والبحر وينبيع المياه مشان هيك ما تضوع وقتك أحبائي هاي البشارة الأبدية هي لك اليوم كل اللي بيسمعونا كل أمة ولسان وشعب وقبيلة هاي لمسنا كل شعوب الأرض هاي البشارة الأبدية ولك خاف الرب في خوف طبعا اللي هو غير صحة مثل ما سمعنا من أبو مهند ولكن هذا الخوف اللي هو احترام ووقار وخوف كمان خاف الرب هاي الأيام لما بتشوف كل هالعلامات عم بتسير خاف الله خاف يمكن رح تكون أيام أصعب بس المؤمن ارفع راسك لأنه في قوة داخلية في فرح في بهجة في داخلنا وهي القوة اللي احنا منعيش فيها لأنه الله محضرنا مكافآت أبدية وطبعا الحياة الأبدية أم تستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول آنته غير عالم إن لطف الله إنما يقتادك للتوبة بصلي من كل قلبي إنك تقبل البشارة الأبدية وتخاف الله وإقبل طريق الله من خلال الإيمان بالرب يسوع المسيح وما تضوعش وقتك وما تجازف أو تغامر بنفسك وحياتك لا تقامر بأبديتك ممكن واحد يراهن ويقامر على كل شيء بس حضار إنك تراهن في أبديتك اليوم لما تسمع صوته أطلبه من كل قلبك قل له ارحمني وأنا بتوجك رب مخلص وملك على حياتي الرب يكون معك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر